بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم وتسليم ابناء الطلاب بنات الطالبات أسعد الله وقاتكم بالخير والمسرات معكم معلمكم الأستاذ علي القحطاني ويرافقني في لغة الإشارة الزميلي الأستاذ محمد الأكلبي بمشيعة الله نستكمل وإياكم دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يا مبدعين ويا مبدعات يحمل عنوان الاختبار التراكمي الفصل الثامن إذن فكرة الدرس تقويم تراكمي للفصول السابقة إذن لدينا مجموعة أسئلة ابناء وبنات سنقرأها لكم نترك لكم الفرصة الكافية للإجابة عنها ومن ثم نعود لنناقش الإجابة الآن هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة التقطت أميرة قلما من أقلام التلويم من كيس يحتوي أقلام ملونة دون النظر إليها إذا كانت الأقلام التي في الكيس هي خمسة أقلام حمراء وسبعة أقلام زرقاء وثلاثة أقلام خضراء وقلمين أصفرين فما احتمال أن يكون القلم أحمرا وضع لنا أربع إجابات تفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر هاي مبدعين حددتوا الإجابة بارك الله فيكم إذن فما احتمال أن يكون هذا القلم لونه أحمر إذن نقول كم عدد الأقلام الحمراء خمسة من عدد الأقلام الكل كم سبعة عشر إذن نقول خمسة على سبعة عشر هي الإجابة الصحيحة إذن الإجابة الفقرة جيم الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي قسم يوسف قطعة حلوى إلى عشرين جزءا متساوين إذا أكل منها أربعة عشر جزءا فما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي من قطعة الحلوى وضع لنا أربع إجابات تفضلوا يوم مبدعين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اذا يوسف قطع الحلوى الى عشرين جزءا متساويا اذا اكل منها اربعة عشر جزءا المطلوب ما الكسر الذي يمثل الجزء المتبقي من قطع الحلوى كم تبقى قطعه مبدعين تبقى ستة قطع اذا ابنائي بناتي حتى اوجد الكسر الذي يمثلها اقول ستة من عشرين بارك الله فيكم هل ستة من عشرين موجودة بارك الله فيكم من هذه الاجابات لا اذا ماذا احتاج ان ابسط هذه الاجابة فاقوم بارك الله فيكم بتقسيم البسط والمقام على احد بارك الله فيكم القواسم المشتركة وهنا نقسمها على اثنان فيكون بارك الله فيكم البسط ستة تقسيم اثنان يساوي ثلاثة عشرين تقسيم اثنان تساوي عشرة اذا اصبح ثلاثة على عشرة هل هذه الاجابة موجودة؟ نعم هي الفقرة جيم اذا ابنائي بناتي نحدد الاجابة الان نمسح وننتقل وياكم الى السؤال التالي اوجد المتوسط الحسابي لمجموعة كتل الطلاب وكتل الطلاب هي خمسة وخمسين كيلو جرام ستون كيلو جرام خمسون كيلو جرام خمسة وخمسون كيلو جرام ستون كيلو جرام وعطانا أربع عجابات تفضلوا ايها مبدعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي مبدعين حددتوا الاجابة؟ بارك الله فيكم اذا حتى اوجد المتوسط الحسابي ابنائي بناتي سأقوم بجمع هذه الكتل خمسة وخمسين زائد ستين زائد خمسين زائد خمسين زائد خمسة وخمسين زائد ستين كم سيكون مجموعها ابنائي؟ سيكون مجموعها مئتان وثمانون بعد ذلك أقسمها على عددها هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن سأقسم مئتان وثمانون على خمسة كم سيكون الإجابة ابنائي بناتي؟ مبدعين ستة وخمسون كيلو جرام إذن الإجابة هي الفقرة ألف إذن بهذا الشكل أجبنا الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي استعملت جميلة أربعة طوابع من ثمان طوابع كانت لديها فأي الكسور الآتية أقل من أربعة أثمان؟ تفضلوا يا مبدعين تفضلوا يا مبدعين تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين وصلتوا إلى إجابة بارك الله فيكم المطلوب أي الكسور الآتية أقل من أربعة أثمان؟ أربعة أثمان أبنائي بناتي أربعة من ثمانة طوابع إذن تساوي ماذا؟ لو بسطنا هذا الكسر سنجد أنه نصف بارك الله فيكم صح أو لا يا أبطال؟ إذن أبنائي بناتي نريد كسر أقل من النصف خمسة أثمان ما رأيكم؟ أقل من النصف أو أكبر من النصف؟ أكبر لماذا؟ أربعة أثمان هو النصف خمسة أثمان ستكون أكبر إذن سنستبعد هذه الإجابة طيب ثلاثة أربعة أكبر من النصف نستبعدها أبنائي بناتي طيب فقر جيم نصف كذلك نستبعدها لأن المطلوب أقل من أربعة أثمان إذن أقل من النصف ما رأيكم في ثلاثة على سبعة أبنائي بناتي؟ مبدعين أقل من النصف لماذا؟ لأن البسط أقل من نصف المقام إذن هنا بارك الله فيكم الإجابة هي الفقرة دال إذن بهذا نكون أجبنا على هذا السؤال وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي أي الأعداد الآتية؟ قاسم أولي للعدد 32 تفضلوا يا مبدعين تفضلوا يا مبدعين هاي مبدعين أوجدتوا الإجابة بارك الله فيكم إذن حتى نجيب على هذا السؤال أولا نريد أن نناقش هذه الإجابات أي هذه الأعداد قاسم للعدد 32 نجد أن الاثنان قاسم للعدد 32 الثلاثة ليست قاسم الأربعة كذلك قاسم للعدد 32 ما رأيكم في الخمسة؟ ليست قاسم إذن الأربعة واثنان لدينا أيهما عدد أولي يا ابناء بناتي؟ إثنان عدد أولي بينما الأربعة قاسمها أكثر من إثنان إذن ليست أولي بارك الله فيكم إذن الإجابة هي الفقرة ألف أسعدكم الله الآن ننتقل وإياكم إلى السؤال التالي ما المضاعف المشترك الأصغر للعددين خمسة عشر وثلاثة وضع لنا ثلاثة أربع إجابات فضل المبدعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة هاي مبدعين وصوت الإجابة بارك الله فيكم حتى نجيب على هذا السؤال لا بد أن نوجد مضاعفات العدد ثلاثة مضاعفات العدد خمسة عشر ومن ثم نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر إذن مضاعفات العدد ثلاثة أبنائي هي ثلاثة ستة تسعة إثنى عشر خمسة عشر ونستطيع أن نستمر كذلك طيب مضاعفات العدد خمسة عشر سأبدأ بها وعندما أجد أحد المضاعفات مشتركة أتوقف مباشرا للمطلوب المضاعف المشترك الأصغر أول عدد لدينا خمسة عشر وهنا أتوقف لأن الخمسة عشر مشترك بينهما إذن هو المضاعف المشترك الأصغر إذن الإجابة هي الفقرة باء أبنائي وبناتي الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي التمثيل بالأعمدة التالي يبين كتل مكونات ثلاثة كيلو جرام من المكسرات المشكلة أي من المكسرات له الكتلة الأكبر وضع لنا هذا التمثيل وضع لنا أربع إجابات فضلوا يا مبدعين اشتركوا في القناة هاي مبدعين وصلتوا لإجابة بارك الله فيكم إذن المطلوب أي من المكسرات له الكتلة الأكبر إذن في التمثيل بالأعمدة سيكون هو العمود الأطول ومن مجرد نظرنا إلى هذا التمثيل بارك الله فيكم بالأعمدة نعرف أن الفستق هو صاحب الكتلة الأكبر فتكون الإجابة هي الفقرة جيم أبنائي وبناتي إذن بهذا الشكل أجبنا الآن نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي وفي هذا السؤال أي المجموعات التالية تمثل تحليلا للعدد مائتين واثنان وخمسون إلى عوامله الأولية واتفضلوا يا مبدعين ترجمة نانسي قنقر 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 هو عشرون طيب مائة وستة وعشرون نقسمها على اثنان كم ستكون بارك الله فيكم ثلاثة وستون طيب ثلاثة وستون هل تقبل قسمها على اثنان لا إذن نقسمها على الثلاثة ثلاثة وستون تقسيم ثلاثة يا أبنائي ستكون واحد وعشرون طيب واحد وعشرون تقسيم ثلاثة سيكون الناتج سبعة السبعة نقسمها على السبعة فيكون الناتج واحد إذن بهذا الشكل نكون وصلنا للإجابة بارك الله فيكم وهي اثنان ضرب اثنان ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب سبعة إذن الإجابة هي الفقرة دال أسعدكم الله إذن بهذا الشكل نمسح وننتقل وإياكم إلى السؤال التالي أجب عن السؤال التالي قسمت علياء فطيرة إلى أثمان فإذا أكلت ثلاثة أرباع الفطيرة فكم شريحة من الفطيرة أكلت علياء متفضل يا مبدعين أجيبه على هذا السؤال ترجمة نانسي قنقر هيا مبدعين صلت للإجابة بارك الله فيكم إذن أبنائي بناتي حتى نجيب على هذا السؤال لدينا أكثر من طريق ممكن أستخدم النماذج أبنائي بناتي وأقسم دائرة إلى ثمانية أقسام وغطي منها ثلاثة أرباع هذه الدائرة فأجد كم قسم تم تغطيته مبدعين ستة وبكذلك لدينا طريقة أخرى أن أقول بارك الله فيكم ثلاثة أرباع هذه الشطيرة قسمت إلى أثمان إذن أريد أن أجعل المقام ثمانية بارك الله فيكم وجد كسر مكافئ لهذا الكسر مقامه ثمانية سأقوم بضرب البسط والمقام في إثنان فنجد بارك الله فيكم أنه ستة على ثمانية إذن ستة أثمان هذه الشطيرة بارك الله فيكم هي التي أكلت بارك الله فيكم الآن نستطيع أن نكتب الإجابة والإجابة فكم شريحة من الفطيرة أكلت عليها نقول ستة شرائح بارك الله فيكم الآن نمسح وننتقل إلى السؤال التالي هل الكسران ثلث وثلاثة أتساع كسران متكافئان وضح ذلك من خلال الرسم تفضلي المبدعين هيا مبدعين وصلت إلى إجابة بارك الله فيكم هل الكسرين متكافئان؟ نعم متكافئان ونوضح ذلك من خلال الرسم انظروا لدينا شكلين الشكلين بارك الله فيكم بنفس الحجم بارك الله فيكم الشكل الأول قسمناه إلى ثلاثة أجزاء والشكل الثاني إلى تسعة أجزاء ظللنا جزءا واحد من ثلاثة أجزاء وظللنا ثلاثة أجزاء من تسعة فنجد أنها تبدأ بنفس البداية وكذلك تنتهي بنفس النهاية إذن الكسران متكافئان أبناء وبناتي الآن ننتقل إلى هذا السؤال وضح الفرق بين العدد الأولي والعدد غير الأولي ثم أكتب عددين أوليين وعددين غير أوليين إذن أبناء وبناتي هذا السؤال الفقرة الأولى منه نريد أن نوضح كيف نفرق بين الأولي وغير الأولي الفقرة الثانية ثم أكتب عددين أوليين وعددين غير أوليين إذن هذا السؤال كذلك مفتوح له أكثر من إجابة محتملة تفضل يا مبدعين هيا مبدعين وصلت إلى إجابة مبارك الله فيكم إذن هنا نضع إجابتنا العدد الأولي له قاسمان فقط بينما العدد الغير الأولي فله أكثر من قاسمين وحتى نكتب عدد أولية وغير أولية وضعنا هذه الإجابة الممكنة أعداد أولية أحد هذه الأعداد الأولية الخمسة والسبعة الأعداد غير الأولية كذلك إجابة ممكنة ثمانية والعدد عشرون إذن بهذا الشكل نكون أجبنا ومع هذا السؤال أبناء وبناتي نكون وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم تقبلوا فائق التحية والاحترام في أمان الله